بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله النهاردة هنتكلم على الجزء العاشر من شابتر 2 بيلتون ترباين واللي هنتكلم فيه عن كيفية حساب الفلوريت خلال مروره بيلتون ترباين الفوليوم فلوريت علشان نبدأ نحسب الفوليوم فلوريت لازم نحسب أولا سرعة المائع اللي بتخرج من النزل يبقى هنبدأ بيه النزل فيلوستي كالكوليشن وده علشان يتم حسابه هنرجع شوية لبعض المعلومات اللي كنا أخدناها في الفليويد لو احنا عندنا تانك بالشكل ده ارتفاع المية فيه اتش ترتفع عن مكان النزل فلو حبينا نحسب سرعة المائع اللي خارجه من النزل ده عند نقطة واحد مثلا هنطبق برنولي اكويشن بين النقطتين دول نقطة على سطح المائع ولتكن صفر والنقطة فيه مخرج المائع ولتكن نقطة واحد معادلة برنولي بتقول بي نود على رو جي زائد في نود سكوير على 2 جي زائد زد نود هتساوي بي وان على رو جي زائد في وان سكوير على 2 جي زائد زد وان وطبعا المعادلة دي كده مكتوبة في الصورة الايديال يعني الثورة نظريا theoretically مافيش اي فقد محسوب في هذه الحالة الترم الاول في المعادلة اللي هو البي على رو جي ده يمثل البريشر هيد والترم التاني اللي هو في سكوير على 2 جي ده يمثل الكينيتك هيد اما الترم التالت اللي هو الزيد يمثل البوتينشيل هيد يعني كأنه بنقول مجموع الطاقات اللي شايلها المائع بس في صورة هيد نبدأ بالترم الاول اللي هو البي نود على الرو جي طبعا نقطة الزيرو دي على سطح المائع معرضة للاتموسفير وبالتالي الضغط في هذه النقطة يمكن اعتباره بصفر يبقى هذا الترم بصفر مش موجود كذلك المائع أثناء خروجه من النزل بيكون معرض للاتموسفير يعني أيضا بي وان على رو جي يمكن اعتبارها بصفر سطح المائع سرعته أيضا سرعة مهملة فيمكن اعتبار الترم الفي نود سكوير على 2 جي بصفر وبالنسبة للفي وان طبعا دي هي المطلوب حسابها أما الزيد فإحنا لو خدنا الديتم أو المستوى اللي هنقيس منه عند مستوى نقطة واحد فمعنى كده أن زد واحد هتكون بصفر وزد نود هتكون بالإتش في هذه الحالة لو جبنا الفي وان في طرف فهيطلع لي أن الفي وان هتساوي جزر 2 جي إتش وكتبنا هنا theoretical لأن زي ما اتفقنا أن المعادلة دي ideal equation ما فيش فيها losses مأخوذ في الاعتبار ولذلك السرعة اللي هيتم حسابها في هذه الحالة سرعة نظرية لو إحنا جبنا الـ CV اللي هي الـ velocity coefficient معامل السرعة بالنسبة للنزل واللي بيعرف على أنه الـ actual velocity على theoretical velocity هذا المعامل يتم إمدادنا به من خلال مصنع بتاع النزل ففي هذه الحالة السرعة الحقيقية للمية اللي هتخرج من النزل هتساوي CV في جزر 2 جي إتش بعد كده لو حبينا نحسب الـ volume flow rate زي ما إحنا خدنا في كل التطبيقات قبل كده أن الفلو اللي ماشي في نزل لو حبينا نحسبه هنقول أن الـ Q بتساوي الـ velocity في الـ area ولكن زي ما الصورة بتوضح ممكن يكون عندي أكثر من نزل في نفس المكان ولذلك الـ Q تتكتب N اللي هو الـ number of nozzle مضروب في الـ V1 في الـ area بتاعت النزل الواحد طبعا الـ area بتاعت النزل ممكن حسابها من مساحة مقطع النزل اللي هي باي دي جيت سكوير على أربعة وبالتالي الـ Q في هذه الحالة هتبقى N في باي في دي جيت سكوير على أربعة في V1 وحيث أن الـ Q ديت هي الـ volume flow rate أو الـ discharge ووحدتها بتكون meter cube per second والـ N اللي هي الـ number of nozzle في عندنا كوفيشنت تاني بنستخدمه أثناء تعاملنا مع بيلتون وهو الـ speed ratio أو الـ speed coefficient ده بيبقى عبارة عن ريشيو بين الـ V الـ U اللي هي سرعة البوكت ويه الـ 2GH لذلك اللي هي جزر 2GH في بعض الكتب بتكتب الفايدة على أنه الـ U على الـ V1 ولكن احنا بنفضل نكتبه منسوبا للـ H مباشرة فلذلك هنكتبه 5 في جزر 2GH وبرضو ده من المعادلات المهمة اللي بنستخدمها كتير أثناء تعاملنا مع بيلتون ترباين اللي بنستخدم